أعوذ بالله من الشيطان الرتيب بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغة معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الأحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون ونقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنة من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشدرة تخرج من طول سيناء تنبذ بالدهن طول سيناء تنبذ بالدهن وصبغ للآكمين وإن لكم في الأنعام العبرة أسقيكم مما في بطونيا ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بعيننا ووحينا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا باللقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصرون أيعدكم أنكم إذا ميتتم وكنتم طرابا وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيئة هيئة لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحون نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غفاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجرها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تتراه كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المغلكين ونقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وهاويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حسب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وابنين مسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك ومن دون ذلك هم لها عاملون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا يتهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له موكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسادت السماوات لفسادت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فعمعا ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الوازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو من ضر للجو في طغيانهم يعبهون وانا قد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأثئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وهو الذي يذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل من قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا مبعوثون لقد بعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ورد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فضع على عما يشركون قل رب ما تريني ما يؤعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذ فع بالنتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفع في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما طالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اغشوا فيها ولا تكلمون إن لو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير اللاحمين فاتغتموهم شخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما قلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون أقول رب يغفر ورحمة خير الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والقامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعت منه ظن المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ كن مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عياد الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هجنا وهو عيد الله عظيم ولولا إذا سمعتم قلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بوتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون تشيع الفاحشة فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشة والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما سكى منكم من أحد منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله ما سعر العليم ولا يأتر أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المؤسنات الغافلات المؤمنات لعنوا المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون يوم إيديهم وفيهم الله دينهم الحق دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للقبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبلون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم جاجها الذين آمنون تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تيدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوه وأسكى لكم والله بما تعملون عنهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقل للمؤمنات يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو أبائهم أو أبائهم أو أبائهم أو أبائهم أو أبنائهم 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 أو ما ملكت أيماننا بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهوا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يغفين من صينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أجه المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عرمتم فيهم خيرا وآتوهم من بال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فدياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتابتعوا تحسنا لتابتعوا وعرض الحياة للدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعديك الرهين وفور رحيم ونقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ممعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در الجري قد من شجرة المباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها اسمه يسبح له فيها بالغضب ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإنقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بخيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يججي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتر الوضغ كي يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد صلاة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة ليون الأبصار والله خلق كل دابة المستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وأن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرج قل لا تقسطوا طاعتم معروفا إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله واطعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل أنهم من بعدهم خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسب أن الذين كفروا ومعجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذينكم الذين ملكت أيمانكم أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاب ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح جناح أن يضعن ثيابا غير متبرجات بزينا وأن يستعفثن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملدتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عياد الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أنيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفلقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هدا إلا إذ كنوا افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيدا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون يتتبعون إلا رجلا مسحورا ونظر كيف ضربوا لك الأمثال أمثال فضلوا فلا يستطيعون شبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك من ذلك جهنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا بل كذبوا بالشاعة واعتدنا لما كذب بالشاعة شعيرا إذا أراتهم من مكان بعيد ما سمعوا لها تغيظا وزفرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال اللهين دعوه نارك ثبرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قلها ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض يافتنا أتشبرون وكان ربك بصيرا